يتبقى الحساب ويمكن شرحه من الأوامر التالية عند الضغط على A يمكن للمايكروبيت أن يختار رقم عشوائي من الصفر إلى الأربعة أو إلى أي رقم آخر عند الضغط على B يعطينا نتيجة عملية رياضية سواء كان الضرب جامع طرح أو قسمة أو حتى الأسس نطبق ذلك عمليا هنا في الميك كود إظهار رقم ثم نختار من حساب اختيار مثلا من الصفر إلى لنجعلها مثلا تسعة أما عند الضغط على الزربي فإنه يعطيني نتيجة عملية الضرب وطبعا لا بد من أن أكتب إظهار الرقم أضع أي رقمين مثلا تسعة في اثنين نلاحظ عند الضغط على A يعطيني رقم اثنين مثلا أضغط A مرة ثانية يعطيني تسعة ستة اثنين لاحظوا الأرقام لا تخرج من الصفر إلى التسعة أما عند الضغط على البي يعطيني نتيجة العملية الرياضية وهي ثمانية عشر لاحظوا مهما ضغط على البي لا يتغير الناتج إذن المايكروبيت قام بإجراء العملية الحسابية وعرض النتيجة على الشاشة ترجمة نانسي قنقر